أهلا بكم الجيش السوري وحلفائه يتابعون عملياتهم الواسعة على محور المحطة الثانية اذ تمكنوا تطويق بلدة حميمة في أقصى ريف حمص الشمالي الشرقي من الجهتين الغربية والجنوبية الجيش قطع الطريقة إلى حميمة من المحطة الثانية وأوقع قتل وجرح في صفوف تنظيم داعش فضلا عن تدمير أليات عسكرية مفخخة فيما لاذ بالفرار عدد من المسلحين باتجاه مدينة الميادين في ريف دير الزور وتزامن ذلك مع تحرير الجيش السوري مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي فتحرير السخنة سيكون له الأثر الأكبر في استعادة المزيد من آبار النفط والغاز المنتشرة في عمق البادية كما أن لمدينة السخنة أهمية استراتيجية بسبب موقعها الذي يأتي على تقاطع طرق يقود إلى جميع المحافظات وتحديدا باتجاه دير الزور وكان تنظيم داعش يتخذ من السخنة مقرا وطريق أمداد ومكانا لمستودعات الذخيرة ووفق قائد ميداني العملية العسكرية مستمرة حتى تنفيذ المرحلة الثانية والمتمثلة باستعادة السيطرة على مدينة دير الزور وكسر الحصار عن أهلها إذ أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على حسم الجبهات المفتوحة على تنظيم داعش من ريف السلامية إلى ريف الرقة وحميمة جنوب البكمال فالمعركة تسير بواتيرة متسارعة وفق تنصيق عالي المستوى واستطلاع دقيق لخطوط إمداد داعش ومراكز انتشار مسلحيه مع التركيز على أهمية سلاح الجو والقوات البرية في حسم المعارك وتحرير المزيد من المساحات من سيطرة التنظيم في موازاة ذلك قتل خمسة وعشرون عنصرا من التنظيم خلال عملية إنزال جوي نفذها الجيش السوري بغطاء جوي من الطائرات الروسية في شمال منطقة واحد الكوم الواقع في مثلث الحدود الإدارية بين الرقة وحمصة ودير الزور وتمكن الجيش من التوغل في بادية حمصة القريبة من الحدود الإدارية من دير الزور واستعاد آلاف الكيلومترات التي كان يحتلها داعش في بادياتي حمصة وحماء وأدى الإنزال الجوي إلى تقريص المسافة المتبقية بين قواتها المتقدمة من محور الحدود الإدارية مع الرقة ودير الزور ومع تلك الموجودة في شمال مدينة السخنة في ريف حمصة الشمالي الشرقي ترجمة نانسي قنقر